الإمام مالك عليه رحمة الله احتج بهذه الآية لما سأله بعضهم عن بعض المسائل وكان يرى أن هذه المسائل ليس لها أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال الإمام مالك عليه رحمة الله من ابتدع في دين الله ما ليس منه فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا فالإمام مالك احتج بالإكمال والإتمام فلما يأتي بعضهم يبتدع في دين الله ما لم يشرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى ولم يشرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام مالك معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ البلاغ الكامل يقول من ابتدع في دين الله ما ليس منه فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ترجمة نانسي قنقر